طبعا زي ما قلت لكم الاهلي رجع من غانا بعد المباراة مباشرة وصلت البعثة بالسلامة يعني دي كنت بكلم في البداية عن مكاسب المباراة خسائر المباراة الحقيقة كانت صابة اتنين من العناصر المهمة شوف يعني بياسر ابراهيم مفيش خلاف عليه ياسر رجاله شد في العضلة الخلفية وغالبا طبعا هو وكريم ندفد كريم ندفد في شد في العضلة السمانة الاثنين غالبا مبرح حسابات مطش البلدية لكن في النهاية بص أنا يعني لو بتفرج دائما بيعطي ايده على قلبه لأنه قايمة الإصابات عندنا فيها أسماء مش قليلة وأسماء على مستوى التأثير مهمة جدا عبد المنعم كوكا ديانج شناوي مش عايز انسى حد يعني ماروان طبعا هيرجع ودي واحدة من إجابات خلاص الإيقاف بسبب الثلاثة كارت أصفر انتهى فبالتالي ماروان راجع بداية من مباراة يونج أفريكنز وأكيد طبعا هيكون جاهز لمباراة البلدية إن شاء الله لكن خط الظهر بس بالزبط يعني على وجه التحديد لو بيحصل فيه إصابة شوية بتبقى مقلبة أي غياب لأي سبب عدم جاهزية فنية إيقاف لقدر لارن 8 السلامة للجميع إصابة أي غياب في أي خط من خطوط النادي الأهلي خط النص أو خط الهجوم ما فيهوش مشكلة لكن خط الظهر وحرص المرمى بالزد تحديدا الاثنين مساكين وحرص المرمى لا ممكن يبقى فيه مشكلة ممكن تفكر بقى في عدد توظيف ممكن تفكر في تصعيد لعيبة صغيرين لكن الموسم لسه طويل والمطشاط الصعباء كتير وأعتقد أنه المركزين دول تحديدا في حالة غياب أي اسم منهم بتعندك سلاسة دفاع السبتين معاك مفيش غير منع مياسر ورامي ربيعا متولي لسه مش جاهز بالتالي غياب أي اسم من الأسماء دي ممكن يدخلك في حزب بيرم تقلق مصطفى شوبير الحقيقة كان هايل في المطشين كان هايل كان رائع في المطشين برح بالزاد كمان عمل جيم كبير جدا وساعد الأهلي على تخطي الشوط الأول اللي كان صعب أعتقد أنه كان واحد من نجوم المباراة برح وكان واحد من نجوم مباراة شباب له الزاد لكن برضو لقدر له غياب حارس من الحراس التلاتة بسبب إصابة لقدر له أو غياب أو إيقاف يعني أو أي سبب برضو هيكون مشكلة كبيرة جدا فيه في رأس النادي الأهلي